بصراحة ما فيني احكي عن هاي الحلقة الا انه اذا اي شخص حب يعبي طاقة ايجابية وحابب يعرف انه عن جد ما في شي مستحيل فلازم يسمعها دونس 56 دقيقة لانه راما مثال لأي شخص حابب يحقق شي ما حدا كان مقامن فيه وهي كانت الانسان الوحيد اللي كانت مقامنة بهذا الهدف وبهذا الحلم بتمنى لكم استماحلو بتمنى كمان انه رسالة راما توصل والجمهور الكبير كمان اللي عن راما يعرف كيف راما بكل الحب و بكل السعادة قدرت من خلال الهواية تبعها تحقق حلم كتير راس بانون يدرو يقتنو كتب عربية بسهولة باكتر من دولة اوروبية بتمنى لكم استماحلو خلينا نبالش عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية من سوريا لألمانيا حملها الحلم ببلد آمن تدر تعيش في معجوزها وتأسس عيلتها بسعادة ولانه تجر الرياح بما لا تشتهي السفن بعد وصولها لألمانيا اضطرت تستنى سنة بأكملها حتى تاخد الإقامة وتبلش دراستها للغة هي صبية جامعية ومتخرجة وكان حلمها انه تشتغل بمجال تخصصها ولكن بعد مرور سنتين على لجوءها لألمانيا اجاها ملكة صغيرة سمتها ناي مع الأيام أدركت ضيفتي انه الطريق لحلمها بالعمل كمهندسة مدنية ما له مستحيل ولكن طريقه طويل ولذلك وبالليلة ما فيها ضوء أمر قررت تعمل من هوايتها كقارئة مكتبة الكترونية تبيع منها الناس بألمانيا كتب بجميع المجالات مكتوبة باللغة العربية طبعا مع انه كتير ناس ما وفقتها لهذا الشي هي كانت شايفة شي ما حدا شايفه وحابت حقه وبعد مرور تقريبا سنتين من العمل المتواصل والدقوب قطعت شوت كتير كبير راما صاحبة مكتبة ناي أهلا وسهلا فيك شركتي عربي ألماني شكرا عامر أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا على المقدمة الحلوة ميت أهلا وسهلا راما للناس اللي ما بتعرفك مين هي راما اسمي راما بيدق أنا من سوريا عمري ثلاثين سنة درست بسوريا هندسة مدنية وتخرجت منها متزوجة وعندي طفلة اسمها ناي عمري أربع سنوات مقيمين بين ألمانيا من حوالي خمس سنين ومثل ما حكيت عندي مشروع مكتبة ناي تقريبا حيظله سنتين بأي شهر بالضبط أسستي للمكتبة؟ بالشهر الثالث كان يوم عيد ميلادي بالضبط آه أوكي بالشهر الثالث أي يوم؟ تلتاشة ثلاثة تلتاشة ثلاثة أهلا كل المستمعين صاروا بيعرفوا إمتى عيد ميلاد مكتبة ناي وعيد ميلادك كمان إذا بيحبوا يبعثوا لك هدية يعني مثلا يعني أنا شفت المكتبة تبعك وكيف أنت مأسستيها وكيف أنت عم تحاولي كل يوم تحسني من أدائك وتحاولي وتحاولي توصلي لمكان أعلى من المكان اللي أنت هلأ فيه وأنت بكل الأحوال يعني بتصور أنا أنه أنت عملت علامة تجارية يعني بالنهاية أنت عملت علامة تجارية والناس اللي مهتمين بشراء الكتب العربية بألمانيا صاروا بيعرفوا مين مكتبة ناي بتخيل راما كان هذا الشيء من الأساس كل يوم خطط له أنت كنت بتعرفي شو بدك تعملي كان عندك شيء اسمه بزنس بلان يعني كان عندك خطة تجارية من الألف لليا صراحة أطلاقا ما كان فيه أي خلفية يعني أي تخطيط أي تنظيم الفكرة كانت هيك وليدت كم يوم وخلصت يا نمت فقت بدي حقق خلص ورغم أنه كان يعني لما أحكي قدام أي حدا زوجي رفقاتي أختي شوي هيك يعني يحكوا معي بتخوف أنه لأ أنت يعني عم تشقي طريق ثاني يعني أنت جاي على ألمانيا بهدف خليك يمكن لي فيه خصوصا أنه أنا هون كنت أطعى يعني مرحل تعلم اللغة كنت بخلصها البيت فاي والمفروض أنه كملت في حال بتي أشتغل بمجال عملي فأغلب الناس يعني خاصة زوجي اللي أنه نحن جايين بطريق معين خلينا عم نمشي فيه أنه لا ضي لا تشتتي حالك بس بصراحة ما بعرف إذا برجع أنه أنا كنت بفترة شوي هيك مكتئبة أنه أنا أطعت مشوار باللغة بس أنا ما عم بستعمله وأنا مشواري لأني ألاقي مكان بعملي كمهندسة هيكون صعب لأنه أنا ما عندي خبرة أنا اتخرجت وطلعت من سوريا زائد أنه شوي يعني يعني شيء مختلف العمل كمهندس بسوريا شيء مختلف تماما عنه هون فالمشوار طويل حتى أنا أصل للي بديها وكنت بمرحلة الأمومة فحس كنت أنه أنا قاعدة معا بعمل شيء وما عم حقق ذاتي وإذا بدي حقق ذاتي تخيل أنه موضوع رح ياخد عشر سنين فأنا كنت بحاجة لأنه أعمل شيء لألي شيء يشغل وقتي شيء أحس أني عم يعني منتجة فمن هون خلقت الفكرة كنت كمان كنت لأنه بمرحلة الأمومة شوي عندي وقت فراغ أكتر فكنت دائما أقرأ اللي كانت تحس أنه عم عاني من مشكلة أنه أنا عم ما عم لأي الكتب اللي أنا بديها الخيارات شوي قليلة فيه كان صحيح مكتبات هون بألمانيا كانت بس أولا قليلة وثانيا فيه مكتبات أونلاين خارج ألمانيا بس بيشحنوا هون بياخد الموضوع وقت طويل وفيه كلفة شحن وأحيانا بتروح الجمارك مدانة عجمرك ففيه عوائق للشخص اللي بدو يقرأ يعني الكتاب ما بيوصله بسهولة مو متل بطلب شغلة من الأمازون بيومين بتوصلني لا الكتاب العربي يعني يعني حس أنه يعني في مشكلة حتى يوصلني واللي بيقرأ كتير ممكن يخلص الكتاب أصلا بيومين مثلا فأنا ما معقول أو مثلا مو معقول أنا بقرأ كتاب بيومين وميكلفني مثلا 25 أيرو مثلا بين الشحن والتكاليفة الثانية فاحس أنه في شي مو ضابط زائد أنه يعني لما أنا بتصفح الكتب المتاحة فهي كتير قليلة يعني ما بتناسب كل الأزواق هي الكتب اللي رائجة يعني في مجموعة من الكتب بتنزل هيك بتضرب بالسوق وهي بصراحة بتكون مو يعني مو ذات محتوى بتناسب مع مع اسما فأنا من النوع اللي كانت حسق بإحباط يعني من هاي الناحية فحسيت أنه أنا إذا بدي أعمل شي لازم يكون بهذا المجال لأنه حسيت بالحاجة يعني حسيت فيه فيه حاجة تمام يعني أنتي بالنهاية شفتي أنه في مشكلة معينة بدها حل وهي هاي المشكلة أنه بالنسبة لي بصراحة يعني هلأ كانت فيه كتب متاحة يعني ما منقدر نقول أنه أنا بالألفين وثمنتعاش كنا ما كان فيه كتب عربية بألمانيا فيه ولكن بالنسبة لي يعني كقارئة من هذا النوع أنا بالنسبة لي كنت حسبي مشكلة فأكيد فيه ناس مثلي تمام يعني أنتي حطيتي كمان موضوع كمثال أنه وقت الشخص يطلب شي من أمازون حتى إذا بتطلبيه أنتي مثلا بالليل بآخر الليل بيجيك تاني يوم حتى يعني فأه يعني هاي النقطة كتير مهمة أنه نحن بحياتنا حاليا حياتنا أول شيء أنه صارت سريعة كتير وصرنا متعودين خاصة عن الناس اللي بتعيش بألمانيا بتعرف أنه مثلا إذا عندها اشتراك عند الأمازون بيطلب شيء تاني يوم أو تالت يوم بيكون موجود الغرض عندك فهي أنه مثلا أنه أنت عم تقولي أنه أنت كقارئة كمستهلكة يعني بتشتري كتب كانت عم تشوف أنه هاي الشغلة عم تطول تقريبا 20 ل 15 يوم يعني مشكلة كبيرة فأنت حبيتي تحلي هاي المشكلة وتعملي عندك نظرتك لهذا الموضوع وحبي أنت يعني أنت بلشتي منك كمستهلكة وعرفتي أنت شو الشخص اللي بيحب يقرأ شو بده صحيح فبتخيل أنت الأساس تبعك يعني الأساس صح لأنه أنت بتعرفي شو المشاكل اللي عم تواجه كل شخص بألمانيا حابب يشتري كتب ممكن تحكينا عن قصة أول مرة فكرت راما وقالت أوكي أنا هلا عندي الفكرة حكيتها لناس كتير وهنا نواجهوني بشوية سلبية خلينا نقول أنه ممكن ما يمشي الحال هاي الشغلة كتير بعيدة عن مجالك شو بدك تعملي بهذه الشغلات هاي الشغلات بتواجه أي شخص حبي يبلش مشروع جديد يعني حتى ستيف جوبس ولا بيل جيتس ولا إلون ماسك كلهم هدون الأشخاص اللي هلا عندهم مليارات وامبراطوريات وواجهوا هاي المشاكل بتمنى لك طبعا أنك تصيري تصيري أحسن أمنى شكرا ولكن ممكن تحكي لي طيب شو هي أول خطوة بلشت فيها كرمال تبيع كتب لأنه الناس بتعرف أنه مكتبة ناي هلا عندها صفحة على الإنستغرام صفحة كبيرة على الإنستغرام عندها صفحة على الفيسبوك في عندك مجتمع أنت بتقدري تتواصلي معه ولكن هذا الشي ما بلش هيك يعني أنت ما بلشت وعندك كل هذا الجمهور صحيح أنت بلشت حكي لنا على هذا الموضوع صفحتي هلا يمكن اللي عم يسمعنا وهو من رواد المكتبة يتواجأ كتير لأنه الموضوع كان أبدا مو مخطط ولا منظم ولا معي أي حدا يساعدني قالت بدي خلاص بدي هالفكرة عم بتدور براسي بدي نفذها يعني شو هيصير بالأخير يعني مثلا حفشل أنه أوكي وشل يعني ما أنا نهاية العالم فأنا كانت يعني في نوع من المغامرة وفي نوع من العاطفية أنه أنا كانت عاطفتي عم بتحركني أكثر من عادي بصراحة بس يعني وهون بحب أقول أنه العاطفة مو دائما خطأ لأنه دائما يعني أو غالبا خلينا أقول إحساسنا يعني بيكون متواصل مع عائلنا بشكل غير مباشر فأنا كان إحساسي عم بيقول لي أنه لا أعملي شو ما كانت النتيجة أعملي هذا الشيء وكيف ما كان وحتى لو ما أحد عم بيساعدك وحتى لو ما في أفكار مدونة وحتى أنا ما عندي أي خبرة بالتسوية وحتى ما كل هذا يعني بالسوشال ميديا يعني فعالة بس مع ذلك قلت خلاص أوكي أنا كيف ممكن نجيب كتب عربية وتركية مصر منصرت أبحث أنه أين أنا عندي رفقاتي ممكن يساعدوني بتذكر أول مرة توصلت مع عرفيتي بتركية وقلت له أنه ساعديني عندكم مكتبات عربية أتلاقي قلت له بدي كتاب واحد اتنين ثلاثة بصراحة يعني كانوا خمس عشر كتاب قلت له بدي تشحني ليه هون وبدي أنا بس وصلوا لعندي خلاص أنا بدي جرب فيهم راما راما ممكن تقول لي لنا قديش كان رسمالك وقت بلشتي بكيفي ناس كتير بتهتم بهي التراصيل يعني ما أعرف بصراحة إذا يعني حدا رح يصدقني بس هي فعلا هي كان مئة وخمسين دولار يعني بي هال مئة وخمسين دولار أنا كتبت أعملت جروب على الفيسبوك وكتبت أنه أنا عندي بكتابة بس أنا بالبات كان عندي خمس عشر كتاب بتكلفتون مئة وخمسين دولار حتى التكلفة يعني مرتفعة يعني لما بتذكر برجع لهديك الأيام أنه خمس عشر كتاب لازم تكلف أقل من مئة وخمسين دولار لحتى أنت تقدر تبيعها كمشروع طبعا أنا إذا مننا نحكي بالتفاصيل القانونية أنا كنت بوقتها طبعا على الجوب سنتر فحكيت مع الموظف تابعي وقلت له أنا هيك عندي هاي الفكرة وحبي أعملها فقالي أوكي أنه ما في داعي حاليا تسجلي المشروع خلينا نمشي خطوة خطوة نشوف كيف سير العمل يعني لأنه أنا طبعا ببداية ما طرحت المكتبة طرحت إعارة زائد شراء وكانت فكرة الإعارة مو متاحة بألمانيا إطلاقا أوكي يعني أنت بلشتي بفكرة كمان أساسا ما أنا موجودة تمام هي فكرة الإعارة وبصراحة يعني هي لي ما أنا موجودة لأنه يعني كتير مرهقة أنت كتير صعب تبعك كتاب ويرجع لك مثل ما هو إذا أتتحط تكليف شحن زهاب وقياب يعني إذا أتحط تكليف زهاب وقياب شحن فإنه شو شو يعني تقريبا كان هو يعني هديك هامش هربح اللي حيكون كتير قليل هامش الربح كان واحد جيورو يعني مو كمان بتخيل كمان أنتي ممكن عملتي هذا الشي كرمال أنه أنت تأسسي اسمك ونتشري بطريقة سريعة لأنه بالنهاية أنك تعيري كتاب كتير كتير بيرغاب فيها ناس لأنه في ناس أساسا ما بتشتري الكتاب لأنه بتقول أنا شو بديعمل فيه الكتاب بعد ما هلأ الأمانة ها بسوق للمكتب صح بس أنا ما كان هيك هدفي يعني فعلا ما كان هدفي كان هدفي فعلا أنه يوصلك أنت بحب كتاب معين وما معي تكليف أنه يوصلك بأسهل طريقة ممكن وبأرخص طريقة ممكن أنا فعلا كان هذا هدفي لأنه كنت أتمنى يعني هذا الشي أنا كنت أتبادل أنا ورفقاتي اللي بيقرؤوا فكنت حس أنه بكنز اليوم اللي يوصل الكتاب من عنده فيتي وأنا ممكن لفني كتير هو هاي النقطة اللي يتخيل أنه هاي اللي ميزتك عن باقي كل الناس اللي دائما أنا بقولها وات فيه شي بجواتك بجوات الشخص عم يحترق يعني فيه فيه نار بجواته للشخص وبيعرف أنه هاي الشغلة لح يمشي الحال ولكن الناس والمحيط اللي حواليه ما أساسا ما بيعرف ما بيعرف لا بهي النار اللي جوات هاي الشخص ولا بهذا بهي النظرة اللي أنت شايفتها ولكن كل الناس ما بتعرفها لأنه هنين ما بيقرؤوا لأنه هنين مثلا ما عندهم هاي الخلفية تبعك تبعك أنت اللي بتعرفيها فأنتي حاولتي من مبدأ أساسا أنه ما تكوني تاجرة وإنما كقارئة ظلي كقارئة أنه حاولي تسهلي موضوع القراءة للناس بالضبط بالضبط يعني فعلا أنا كانت نيتي يعني صدقا أنه إذا نحكي بالنسبة أنا كانت نيتي تجارية 25% والـ 75% كانت نيتي سليمة مو سليمة يعني بمعنى سليمة ولكن أنه معنوية أكتر خلينا نقول كمّل الفكرة أنه أنا بعدها وصلت الكتاب ببساطة عملت كروب على الفيسبوك بلجت أضيف رفقاتي رفقاتي يضيفوا رفقاتهم هون بس بدي أحكي كمان نقطة أنه محبة الناس اللي حواليك كتير بتفرؤ تفاجأت جدا جدا بالتفاعل اللي صار يعني أنا ضفت فقت الصبح عملت بالليل عملت اللي جروب فقت الصبح بلجت أضيف العالم بيومين يعني ما بتذكر بطراحة قداش صار العدد بس العدد كان عبيزداد بشكل رهيب وكلهم عن طريق محبة الناس يعني رفقتي يضيف رفقتي ورفقاتي يضيفوا رفقاتهم وهيك كبر كيب كبر الاسم وحسيت أنه الناس يعني اللي بتعرفني فورا بلشت تدعمني نزل الكتاب من هون اللي بدي الكتاب يعني أنا بتشتري فأنا هون شوي كان هيك وقعت بورطة أنا أنا أصلا ما عندي يعني الناس ما تخيل أنه أنا فاتحة فتحت هلأ المشروع بس أنا بالبيت عندي مثلا 300-400 كتاب مثلا أنا فعلا فتحت مكتبة وسأنا بالحقيقة ما عندي أي شيء بالبيت كان بتخيل أنت قاتل بورطات وحتى يعني الاندفاع اللي كنت فيه يعني شوي يعني غير معقول لأنه أنا حتى ما كنت مخططة أنه كيف بتم الشحن شو لازم أشتري بكذا يعني أبدا ما كنت مخططة ويمكن لأنه كما كنت لحالي بالذات لحالي يعني أنا زوجي وقتا قال لي أنه خلص أكي أعملي الشيء بريحك وأنا كيف بقدر ساعدك أكيد بساعدك بس أنه أنا ما أنا حابة بدخل بالموضوع بشكل مباشر أنا عندي هدف بدي أصل له وما بدي شيء شدتني يعني هو هيك كانت رؤيته هي أكيد صحيحة بس أنا كمان كان عندي رؤية تانية لكنت بصراحة أشتغل بكتير بداية يعني صور الكتاب بصورة بموبايلة ونزله وكتب عنه شرح يعني إما إذا أنا قارئ الكتاب أكتب شرح من عندي أو من جوجل بتذكر الفئتي يعني أحد رفقاتي طلبته بخمس دقائق يعني أنا نزلتون هون بعد خمس دقائق تواصلت معي قاتلي بديهم فترجع ناس تتواصل معي إنه أنا بدي هذا الكتاب بس أنا هذا الكتاب ببعتم أنه أنا ما كان عندي غير واحد بس ما بقدر أقول للناس إنه أنا عندي كتاب واحد فهون حسيت إنه لازم أدهرك الموضوع يعني طبعا أكيد يعني زوجي دائما على الأطلاع فأنا يعني قلوا أنه أنا وأعتب ورطة مو هيك فرجحنا طلبنا يعني طلبية تانية أكبر شوي بس يعني أنا ما حطيت بالأخير أسمال يعني أنا ما ضخيت أنا مثلا والله بدي أقول ربدي خمسة هلاف يورو أنا خلصت أشتري فيه كتاب لا ضليت عم بشتري كميات قليلة حتى الناس اللي حواليه دائما كانوا يقولوا لأنه يعني أنه عجبت أنه بتتخيل أنه ناس بتقرأهم بألمانيا أنه ناس هنا ما نفاضية يعني دوبة عبتشتغل أغلبهم فالتسايت أو عب يعملوا لغة ما نفاضية نقرأوا كتاب عربي بس أنا أقول أنه لأ أنا عم بقرأ فهي أكيد في غير عم يقرأوا وبصراحة يعني هيك بدي أحكي فيها نقطة يعني مبشرة كتير أنه مع وجود مكتبات أخرى يعني نحن ما أنا لو كتب الوحيدة فيه مكتبات كتير ثانية بهم بألمانيا وبأوروبا عموما بس مع ذلك الإقبال يعني فعلا كتير هيك مبشر ومفرح يعني مفرح كتير أنه لحد الآن الناس لسه بدأت تواصل مع الكتاب برغم أنه أنت بكبست زر بتنزل أي كتاب الذكية وبتقرأه على اللابتوب أو على التابلت بس لسه الناس مصررة أنه تدفع ممكن خمسة عشر يورو وثلت عشر يورو لتقرأ الكتاب من الورق غير حياة يعني أنا فيني بس أقول أنا ما بعرف إذا بتعرفي عندي الكيندل تبع أمازون صحيح بقرأ من خلالها ولكن يعني هي بالنهاية عملية وسهلة الحمل وفيك يعني تحملي معك فيها بقلب الكتب ملايين كتب يعني يعني عملية ولكن دائما ويترجع وأحمي الكتاب وإقرأ من الكتاب غير حياة يعني صحيح أحساس ثاني يعني ما بينشرح الأحساس صحيح يعني بتخيل أنا أنه هاي النقط كتير نقط مهمة يعني لأي شخص حابب يفتح مشروع يعني يعني بتخيل أنه أنت هذا الشي بتحب تقولي لأي شخص إذا أنت عندك شي وحابب تعمله فجرب جرب بمئة وخمسين دولار هلا هلا أنا ما بنصح دائما طبعا أنه يعني نجرب بدون تخطيط طبعا التخطيط هو أفضل ولكن إذا أنت كتير مؤمن بفكرة فخلص نفذها يعني أيها كان سواء مشروع أو أي فكرة عم بتدور ببالك عم بتوجع لك راسك أيام وعم تفكر فيها وما عم تعرف تنام ليش طيب خلص أنا بأخذ الخطوة وبالنهاية شو بدو يصير يعني دائما نسأل حانا أنا في الشلط شو رح يصير بالنهاية ما رح يصير شي يعني تكون تجربة أكيد واحد بيتعلم منها أكيد راما هاي الشغلات كلات اللي حكينا عنها كانت شغلات كتير إيجابية يعني أنه أنت تبلشي مشروع أساسا أنت ما كنتي مخططي له تعملي صفحة على الفيسبوك بيومين أو ثلاثة يصير عندك مئات المشتركين شغلات كلات أنت ما كنتي حاسبتي له مثل ما أنت تفضلتي طيب شو الصعوبات اللي بتواجه أصحاب المشاريع هون بألمانيا اسمه يعني شخص بنفسه وعم يحاول دائما يحسن من حاله بحاله ولكن بدون ما يكون في معه أشخاص تانيين وهذا الشيء بنطبق عليك مية بالمية فشو كانت الصعوبات اللي واجهتك يعني من أي شيء أي شيء وقت بلشت راما شغلات أساسا ما كانت حاطة طب الحسبان هلا بصراحة هيك رؤية هيك من فوق خليني أقول أنه العمل كازيل بشتندش إذا ما كان كبير نوعا ما يعني مشروع شوية كبير عم ينظلم هيك هيك حسيت لأنه موضوع الضرائع بألمانيا يعني معروف ضرائب ضرائب عالية وذقت في أمور قانونية أنها تستعمل تحط شتويا بيراتا يعني فيه مصاريف بتنصرف ما بتتناسب معك كمشروع صغير المشاريع الكبيرة بتاكل المشاريع الصغيرة ففي بحس أنه ألمانيا شوي أنه ما كتير مساعدة بهذا الموضوع هاي هيك كانت أحد السلبيات ممكن يكون هذا الشي لأنه أنت ما كان عندك اطلاع على الخلفية القانونية بالعمل بألمانيا أهلا أنا ما كملت يمكن سير العمل المكتب أنه أنا لما ما كملت بالقصة فممكن هلأ أحكي أنه أنا لما حسيت بمصغرة أنه أنا ما عم بقدر يعني لحق الكتب اللي الناس عم تطلبها فأنا هون زوجي خلاص قرر يغير رأيه وساعدني وقال لي أنه خلاص هنجيب دفع نوعا ما كبيرة وخلاص خلينا يعني كمل هلأ هو يمكن شاف أنه قبال الناس جيد فأحط تشجع أكثر وجبنا مجموعة كتب كبيرة يعني نوعا ما فهون زوجي يعني استلم أخذ عني مثل ما بيقولوا كتب فالكان استلم عني الأمور القانونية فأنا هون أنا لازم يعني أنا بدخل على حسابي صار مبالغ منيحة فأنا لازم سجل المشروع لازم شوف شتوية براتة فأنا هاي الأمور شوي كانت تصعب لي فزوجي استلمها كتير أنه الشخص العادي يحسب هذول المواضيع خصوصي إذا الشغل معقد فيه خارج وارد كتير يعني نحن مثلا بنشترك كتب عنا فاتورة وفعلنا فاتورة جمارك وعنا فواتير للداخل فهي الأمور معقدة ما بيقدر يعمل الشخص اللي ما ندارس هاي الأمور يعني فيني يقول أنه محمود بهاي الفترة الترف أنت مشروعك ناجح هو خلاص لحي بلش يشتغل معك تماما ما بعرف بالضبط شو كانت بس أنه خلص قال لي أنه ماشي يلا هو أساسا ما حاب يعترف بس أنه خلاص وهيك والله يعني فلما دخل مع حمود معي بصراحة يعني كتير يعني كان في هيك نقلة يعني أنه أنا ما كنت لحالي ما عم بعرف في شغل تماما فسلم عني جزء كتير منيح فهي من ناحية قانونية بحس أنه في شوي صعوبات للمشاريع الصغيرة ذائد يمكن العمل كأونلاين عمل أونلاين بحس فيه صعوبة كمان للصاحب المشروع أكتر من لما يكون على الأرض لأنه العمل أونلاين لازم تكون متاح 24 ساعة فأنت زمانك بشركة كبيرة وعندك موظفين ترد على الناس دائما وعندك موظفين تهل المشاكل دائما فأنت أجباري رح تلاقي مشاكل إنما لقيت مشاكل بالعمل رح تلاقي مشاكل ببيتك وخاصة كأم مثلا فأنا حس أنه أنا 24 ساعة لازم تكون متاحة للجميع فأحس أنه يعني الموضوع كان فيه ضغط بالنهاية هدون القصص اللي أنت عم تتفضلي وتقوليهم يعني شغلات أساسا هي الصعبين على سكان البلد الأصليين يعني على الألمان نفسهم صعب إنك تفتحي مشروع إنك تعملي مشروع أنك تكوني 24 ساعة على تواصل مع المستهلكين أو الناس اللي حابين يشترون منك الكتب والزبائن يعني بشكل عام يعني هاي شغلات كتير يعني صعبة وفي شغلات تانية كمان كتير مهمة مثلا إذا شخص مثلا مو قريب منك أو ما بتعرف وين ساكن تبع تلك الكتاب عن طريق الشحن وهي الشغلات فهي كل هاته شغلات يعني أنت بالأساس ما بتخيل أنت كنت حاط الطيب الحسبان صار تجمع الوقت صحيح هو يعني الفكرة الأساسية أنت لما بيكون عندك مشروع صغير فأنت بالأصل ما عندك ناس تساعدك كتير فأنت المهمات هي نفسة يعني مهام هي نفسة سواء صغير سواء كبير بفرقين كان ضغط أكتر فهي الفكرة زائد أنه العمل أونلاين بالذات أنت عبتتعامل مع ناس من وراء الشاشف وكلاتنا بنعرف أنه الناس من وراء الشاشف بتختلف عن تعامل وراء الشاشف بيختلف عن التعامل لما بتكون وجهك وجها لوجها بعض خلينا يقول عشرة بالمئة مشان ما يكون يعني عشرة بالمئة من الرواد أو الزبائن أو العملاء بيكون شوي سيئين بالتعامل هاي يعني نقطة يعني بتزعجني بصراحة بتزعجني بالمشروع أنه ليش هال عشرة بالمئة شو أصدك بالضبط ممكن تعطيني مثال مثلا على شي صار معك مع عزيز ومشان بيحكم بيحكم بشفاء كتير يعني ما بيتواصلوا مع البائع على أنه معهم بالأخير بدي يبعط لهم الطلب يعني بس بيتواصلوا بيتخيلوا أنه هذا الشخص هو عبارة عن مجيب آلي بيتخيلوا أنه مجيب آلي بيحكم معهم بالدنيا مثلا بيطلبوا بطريقة مكتير حلوة بيحكم بطريقة مكتير حلوة بمثلا طلب يطول يعني 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 جمل بالأخير أنه ما بيحسسوا بالأخير أنا أنا شخص يعني أنا بشر عم بشتغل ممكن يصير معي أي ظرف طريق ممكن بنتي تمرض فما أشحن كتب مثلا فبعض الناس طريقت بالتواصل سيئة زائد بس يعني بدي أحكي طبعا 90% من الرواد المكتبة كلهم رائعين يعني أنا بالأخير أنطلعت من المكتبة مو بس بمكتبة أنطلعت من المكتبة تعرفت على الناس كتير وصاروا أصدقائي يعني أنا خلال المكتبة بحان الله يعني واللي بحب بالمشروع أنه أنا الناس اللي بتتعامل معي هنا فعلا يعني أغلبهم ما بتتعاملوا أنهم عم يشتروا يعني مثل أنت عم تشتري من أمازون ما بتعرف أغلبهم بتتعاملوا مع رامو وبيعرفوا أنه مين أنا ويعني بنكون ودودين مع بعض أكثر وبنصحهم مثلا ممكن حتى هنا يقلولي إذا قرأوا كتاب وعجبون يقلول الرفيو تبعهم ف يعني أنا هي أحد الشغلات كمان اللي بتساعدني جدا بالمشروع وحتى في منهم يعني بيورجوني ود مو طبيعي يعني أنا وقات يعني بنسى أنه أنا صاحبة مشروع يعني بتخيل أنه نحنا رفقات زائد موضوع الشحن التغليف والإرسال بحسبته جهد جسدي أكثر من شيء تاني يعني أنت لما كل يوم بتستهلك من وقتك وجهدك جسدي لتغلف وتروح البريد وترجع الترود وتحمل الترود ممكن أحيانا أنت إلي هاي كمان مو شيء يعني لازم ينحط بالحسبة أحد الصعوبة أنه أنت لازم ما تكون حساس يعني أنا نوعا ما هي أحد مشاكل أنه أنك حساسة يعني تخيل أنه دائما اللي عبي يتعامل معي لازم يكون كتير لطيف ودود ومو كل الناس لطيفين ودودين أكيد ونحن لازم ما نكون أصلا حساسين بهذه الناحية زائد التنظيم يعني خاصة إذا العمل أونلاين لازم يكون فيه تنظيم يعني أنا وصلت لمرحلة نوعا ما أني أعمل مثلا موبايل للشغل وشخصي لأنه كان كتير عم بيعملي ضغط نفسي وأنا كلما مثلا في موبايل لازم فيه ناس من المكتب عبتحكي معي فأحس دائما بتوتر يعني أنه أنا كل يومي دائما متوترة أنا مثلا ما فيني أطلع مشوار والناس ما دائما تتواصل معي وتحكيني وطبعا هذا الشي بيرجع أنه المشروع نوعا ما صغير يعني ما فيه الموظفين ما فيه الحدي يساعدك يعني هاي هاي تقريبا أغلب الصعوبات هاي الصعوبات يعني كانت بالبدايات وكل ما مرأ وقت أكتر كل ما تنظم الشغل أكتر كل ما الشخص عرف كيف يتعامل مع الموضوع أكتر كل ما لا أنا ستساعدوا أكتر يعني نحن هلأ بالمكتبة يعني فعليا أنا وزوجه في معنى رفيقنا كمان يعني مسؤول أكتر عن مواضيع الفواتير وهي الأصاص زائد أنا عندي أصدقاء بيساعدوني بشكل يعني كتير كبير نحن بالمكتبة عنا فرع فرع طبعا هو أونلاين كمان فرع بالسويد وفرع بالنمسا وفرع بهولندا وحتى فيه أحد يعني صديقاتي بتساعدني مثل بالتسويق كله بيعتمد على أنه بيأخذ طلباته من الناس أونلاين ومن جمع طلبية ومنبعثها للسويد وشفيتي بالسويد مثلا بتصير بتوزعها للناس هناك فكمان هدول الأشخاص يعني كمان حبي عن طريقك وجهلهم تحية وأشكرهم كتير لأنه يعني أنا كمشروع مو كل هذا الضخم أنا ما بقدر مثلا أعطيهم رواتب كبيرة صبية المسؤولة عن فرع السويد فعليا إذا منا نحكي كأجر مثلا مادي هي ما بتاخدش يعني هي أغلب أغلب مساعدتها هي عن جد ودية يعني رغم أنه طبعا هي ما كانت صديقتي من قبل يعني صديقتي صارت بالمكتبة من المكتبة يعني كانت أحد رواد المكتبة وتحولت لحشخص يشتغل معي ويساعدني في صبايا بفرع هولندا صبيتين يعني كل كل اللي بيساعدوني عن جد مشكوري لأنه أنا بعرف أنه هنين عم يشتغلوا بحب أكتر ما يشتغلوا بمادة يعني حتى الصبايا في صبيتين بهولندا يعني لما حكوا معي أنا لطلهم صراحة أنتوا اتنين يعني وأنا شغلي حاليا أنه ما بقدر أنه أعطيكم أجر يناسب جهدكم اللي رحت بسلوة اللي هنم مشكلة ممشكلة قد بيناسبك يعطينا يعني هن الناس حابين يعملوا شي حابين يشتغلوا وأنا عن جد بقدر لهم هذا الشي وحتى أيام لما بكون أنا مضغوطة بالعمل يعني أنه مثلا الناس عندهم عبتقولهم بدي كتاب المعين كتاب المعين وأنا ما عندي يعني لصعوبات كتير نحكيها ما بيجوا بيقولوا أنه أوه ما بدي دائما أشتغل مع مكتبة ناي ما عنده مثلا الكتاب لا بالعكس دائما بيحاولوا يخففوا عني فأنا يعني حاب أنه كمان وزه لهم شكرا عن طريقك وفعلا بيستاهلوا يعني هذا الشي اللي أنت عم تحكيه عن جد بيكبر القلب بصراحة لأنه يعني كمية الحب وكمية الطاقة الإيجابية اللي بتطلع عن طريق هذون الناس اللي هنن أساسا بالضبط مثلك يعني هنن قراء وهنن شافوا قديشها صعبة موضوع أنه يجيبوا كتاب بالعربي وانت إجيتي وحليتي هاي المشكلة فهنن يعني قدروا يتفاعلوا معك بطريقة وكأنهم هنن نفسهم رامى يعني صحيح هنن يعني لما قربوا مني أكتر عرفوا قديش الموضوع صعب يعني يمكن أحد الصعوبات اللي نسيت أحكيها هي عن موضوع تأمين الكتب تأمين الكتب يعني بصراحة دوامة لحالة لأنه كل الكتاب عندك من دار نشر مختلفة دور نشر يعني في دور بمصر في دور بلبنان في دور بسوريا أنت بدك تكون دائما على تواصل مع كل هاي البلدان وشحنات تطلع من كل هاي البلدان دكترا أبا وشحنات وتضيع وشركات الشحن تعاملة سيئ يعني بصراحة لسه موضوع تأمين الكتب لحالة دوامة تانية لأنه في ناس دائما بتقارن بين سعر الكتاب مثلا هون عندي نقارن أول شي اختلاف عملات تاني شي أنا عم بشتري مثلي مثلكون أنا عم بشتري بتفع حقه زائد بحط عليه يعني تكاليف كتير كتير كبيرة فأنا بالأخير أنا بدي أربح أنا يعني بصراحة ما يعني أتماكن بس أنا ما أنا مشروع خير أنا بدي أربح أكيد يعني فأنا بدي حط هامش ربح يعني هو ما نوه هامش ربح الواو يعني مثل ما بتشتغل بغير الشي بس يعني قدر أمكان جهدي ووقتي يعني أنا أنا صدقا ما بيزعل على يعني أي موقف بصير المكتب مثلا ما بيزعل على المبلغ اللي حطيته بيزعل أكتر على وقتي وجهدي أنه أنا عملت كتير لحتى وصل هذا الكتاب لهون وراح من وقتي كتير وراح من ضغطي يعني نفسيا تعبتي كتير زائد أنه أنا يعني بين قوسين دائما يعني الأم غير الأم أنه عقله دائما يعني مقسوم نصين بين بيتي وبنتي وزوجي وبين شغلي عندك حلم أنك تفتحي محل أو مكتبة بيوم ما مكتبة نايب ببرلين مكتبة نايب بفرانكفورت أو بتقصد مكتبة على الأرض تماما مكتبة كمحل يعني كنقطة للاجتماع يعني الناس بتجي تعرف أنه رامة موجودة بالمكتبة ومن هذا المحل هي عمت بيع الكتب أونلاين بصراحة يعني لكون حقيقين واقعين طبعا أنا بتتمنى أكيد هذا الشيء كتير حلو خاصة بمشروع ككتاب يعني بس ما رح يصير لأنه يعني ما عندي هين نية لأنه أنا بالنهاية المكتبة هي نوعا ما مشروع جانبي يعني أنا ما بصراحة مو حلمي أنه أنا خلاص الشيء صير هدع مهنتي وعملي أنا بصراحة بناسبني كشخص طبعا يعني أكيد مو هذا الشيء غلط بس أنا كشخصيا أنا بناسبني أكتر العمل من مثلا من الساعة 8 إلى الساعة كذا أرجع على بيتي سكر خلاص أعرف أنه أنا انتهى عملي هون أنا بدي التفت لبنتي وبيتي أكتر طيب راما أنت حكيتيلي هلا قبل شوي عن الضغوطات وشرحتيلي أنك اشتريتي موبايل حتى تاني كالرمال من فوق على راما كأم وكزوجة كيف أثرت عليها مكتبة ناي بالإيجابيات والسلبيات كيف شلون شلون قدرت راما توصل لمرحلة أنه تقدر توافق بين هدون الشغلتين رح بلج بالسلبيات حتى بالأخير تكون الإيجابيات طاقية السلبيات أنه مثل ما حكينا يمكن أنا كوني أنا شخص حساس زيادة فكنت أو بتأثر يعني بسهولة ما كنت أعرف أفصل يعني أنا إذا شخص أو مشكلة خلينا ما بدي يقول شخص مشكلة صارت بالمكتبة ما كتير أعرف أفصل يعني راما بالبيت مع راما بالمكتبة هيك دائما أتأثر ممكن مثلا يدي أخلقي وعصب ما كنا على طبيعتي مثل لو ما في هاي المشكلة فهي أحد السلبية زائد أنه بحس الشخص دائما حالو وعشوائي يعني قد ما نظمت يعني أنا فصلت الموبايلات مثلا بس مع ذلك يعني في ناس أحيانا متوصل معه نصو تتصل يعني تتصل لتعرف شو صار فقد ما فصلت أنا ما بقدر أفصل بالكامل وممكن ناس تحكي معي ساعة واحد بالليل يعني ما بقدر لهم ليش عم بتحكو ساعة واحد بالليل مثلا أو ما بقدر لهم ليش عم بتحكو معي باليوم الأحد المفروض عمل أون لين حتى يكون شغال أنا طبعا فيني حط قوانيني ولكن أنا ما بحب بكون بهاد الشكل بحب بكون فليكسيب أكتر يعني أنا خلص أنا اليوم أحد بقدر يشتغل اليوم لأحد وجار بدي صير ما أقدر فما عندي هالقوانين الصارمة بالمكتبة بصراحة يعني المشروع ببداية كان عليه ضغط أكبر من هل يعني كل ما تقدمنا بالوقت أكتر كلمة بصير تنظيم أكبر ففي كان عشوائية أكتر بالسنوات بالسنة الأولى أكتر فكان تضغط علينا نفسيا أنا وزوجي فأحيانا ندخان أحيانا تصير مشكلة بالمكتبة تنتقل لألنا يعني طبعا أنا بالسنتين هي اللي مرأت من حياتي فعلا كان الضغط كثير كثير كبير يعني قد ما حاولت أفصل ما كنت كثير أقدر يعني يعني السلبيات الضغط النفس يعني هي فعليا بكل أمور المكتبة سواء تأمين الكتب سواء وصول الكتب سواء أي شي في ضغط ما بتقدر تطالع منك يعني ما بتقدر تقول لا أنا مجاب علي هلأ انضغط بيجي لعندك يعني ما طيب بالنسبة لناي ولمكتبة ناي انتي سميتي المكتبة على اسم بنتك الله يخلي لك ياها الله يصنعك شكرا طيب قديش أثرت مكتبة ناي على ناي كان في تأثير بالنسبة للأمومة أو للشي مثلا انتي بتقولي أنا بدال ما أقعد مع الكتب ومع بعث الكتب فيني أقعد مع بنتي ولعب معها بصراحة يعني أنا ناي عندي خط أحمر يعني غالبا يعني احتما كون مثالي كتير بس 90% أنا دائما ناي رقم واحد وبعد بيجي الأشياء الثانية بعد فأنا يعني في إلى وقت محدد أنا بقعد معه بلعب فيه ونتعلم فيه وفي وقت خلاصية لازم تلعب لحاله لأنه كمان الطفل لازم يلعب لحاله فبهذا الوقت أنا ممكن أشتغل أو لما تنام أو لما تروح على الحضانة فأنا بحاول طبعا قدر الإمكان أكيد في استثناءات بس قدر الإمكان بحاول ما أظلم لأنه أنا بعرف أنه هي أهم من أي مشروع ثاني وهي المشروع بالضبط يعني هي مشروع حياتنا نحنا كأهل فنعم ما بقدر يقول أني ظلمت وطبعا هي استفادت بشكل آخر إنه صار عندها كتاب عربية كتير يعني بالمكتب نحنا مو بمبيع كتب بس كتب وروايات بمبيع كتب أطفال كمان وسائل تعليمية وأنا كتير مهتم بشكل خاص بهذا الجانب لأنه قصص الأطفال بشكل خاص بشكل عام يعني الكبار ممكن يقرؤوا أي شي من أحرار بس اللي صغار ما بيقدر تقدر أنت تقرأ لهم أي شي وللأسف في شوي المحتوى العربي يعني للأطفال شوي ضعيف لازم يعني يعني بحاول كتير أن تقيهم بعناية لكتب الأطفال فهي صار عندها مجموعة كتير حلوة من كتب بالعربي لناي ففعليا بشوفها ما ظلمت الحمد لله يعني أكيد بمر أوقات حتى ما كون يعني حتى كون صادقة أكيد بمر أوقات يعني لما كون احنا مضغوطين فأكيد يعني هي رح تتأثر شوي بس بشكل عام يعني كناسبة ونتناسب فلا هي أكيد يعني تجربة إيجابية وحتى أنا بتخيل بكرة بستكبر شوي إن شاء الله ظل المشروع مستمر وإلا عطانا عمر بتخيل أنه بستكبر وتعرف فكرة المشروع ستكون كتير مبسوطة وفخورة يعني أنه اسمح هايك مشروع ممكن تساعدكم كمان ممكن راما ممكن الليلي هلأ مشاعل حتى يعني الزباين زباين كون المستمعين اللي يسمعونا الناس كلياتها شلون هلأ أنا بجي بروح على صفحة مكتب اتناي وبتواصل معك وبقل لك لو سمحتي بدي كتاب الخيميائي كيف كيف فيه الزبون يتخيل كيف أنت بتعملي الطلبية وبتبع تيديه الكتاب بقل له أول شي إنه هو يعني من دار نشر فلانية سعر وكذا بعطيه معلومات عنه لا يتأكد إنه هذا هو بالضبط طلبه بطلب عنوانه و الدفع بيكون عن طريق تحويل بنكي بعطيه تفاصيل الدفع أو الفاتورة يعني بتكون موجودة وهو يعطينا عنوانه العنوان البساطة نرسل بالبريد يعني نغلف الطلب ونرسل بالبريد وبيوصل تقريبا لحوالي يومين أو ثلاثة مين بيغلف الكتاب محمود الحقيقة وهو اللي ببعته كمان كمان هو مسؤول عنو يروح للبريد أنا يعني حاليا تقريبا عملي بالسوشال ميديا كتر شيء يعني أنت بتتواصلي مع الزباين أولا وبعدين هن زائد أشراف عام على ما نقصنا كتب وما لازم نجي و يعني هذه الأمور كمان ودائما المدة لحتى يوصل الكتاب بتكون بين يوم أو يومين ما حسب يعني موضوع البريد ما من نقدر تحكم في يعني البريد أيام بتأخر أيام بيكون سريع بس غالبا بألمانيا يعني يومين ثلاثة بالكتير أربعة وبالنسبة لألكم أنتم مصاريف الشحن بتكون مغطاية بقلب سعر الكتاب أو هي نحن مقدمين عرض يعني لسعر الشحن المجاني بألمانيا فأنت سواء طلبت كتاب أو مليون كتاب شحن مجاني يعني فعليا نحن ندفع يعني وبالنسبة للفروع الثانية تبع مكتبة ناي بالسويد أو بهولندا شوي مختلفة عنا أنه مضطرين يأخذوا طلبات عدة ناس مثلا 10 أشخاص فبتتجمع طلبية ونحن بنبعتها سواء لأنه ما بنقدر نبعت كل كتاب يعني الحال وعلى السويد مثلا أنه كيفة الشحن مرتفعة بتصير فهن بقلب لما توصل الشحن مثلا للصبية بالسويد بتوزع بقلب السويد كمان بالبريد بس أنه دائما الشحن الداخلي بيكون أرخص من الشحن الدولي أو بين الاتحاد الأوروبي مثلا طبعا نحن عنا إمكانية الشحن مباشرة من عنا لأي بلد ثاني بس هذا يعني توفير تكاليف على الناس بالسويد أو بالنمسا أو وينما كان يعني أنتو بالنهاية عم تفكروا كمان بالنسبة للأشخاص كمان بسعب الكتاب تماما هكي نوعا ما منوفر يعني التكاليف شحن بسيط طرق الدفع أسهل لهم يعني طرق الدفع بكل بلد مختلف عن ألمانيا مثلا بالسويد عندهم طريقة السويش بألمانيا ما عنا إياها فنحنا وفرنا لهم مع وجود نور مثلا مشكورة أنه وفرنا لهم هاي الطريقة تمام بس أنتو ما بتقدموا الدفع عن طريق بيبال طبعا في بيبال بس بصراحة شوية الناس ما كتير عند يعني ما كلا ناس عند الطلاع عن البيبال فشوية عمل صعوبة بهذا الموضوع تمام هاي النقطة اللي كنتي أسألك عليها نحنا حكينا عنها بالتليفون اللي حكينا فيه أنه أنت قلتي لي أنه أنت دائما بتحبي تقدمي الكتب يلي بتشوفيه أنت من وجهة نظرك كمان كتب هادفة فيكي تشرحي لي بتضبط شو أصدك بهذا الشي وكيف أنت بتنقل كتب المكتبة بحس أنه هذا الشي بصراحة بيميز المكتبة أنه نحنا ما بس لدارج لأنه للأسف كمان الكتب صارت عبارة شوية عن موضة أو خير يعني هايكي تريند يعني أنه هذا يعني في كتب بيندخل الإعلان علي أكتر من ما بتستاهل فالناس كتير كمان لازم تعرف هذا الشي لازم تكون واثقة بالشخص اللي عم بيسوق للكتب مثلا أنا يعني طبعا أنا مو معناها أنه أنا ما بجيب الكتب اللي ما بتناسب رؤيتي يعني أنا في كتب مثلا ما ما بتستهويني مثلا أو ما هي بالحقيقة مانا مشهورة كتير لكن هي بالحقيقة كتير حلوة طبعا ما بالضرورة أن قرأت في من قرأت مثلا ممكن خلينا نقول على سبيل المثال أنه كاتبة معينة هي صبية مثلا مانا كتير مشهورة قرأت للكتاب وكتير أعجبت بأسلوبة طيب حرام هاي أسلوبة كتير حلوة يعني ببحث عن كتبها وبحاول ووفرهم وبحاول سوقهم والحمد الله أنه شوية بحس أنه هذا الشي يعني عم بلمس أنه الناس عم تسق أنه أنا نزلة هذا الكتاب معناته حلو دعيني أقول يعني بالعامية نكشته للكتاب فإنه هني مواسقين أنه هاي النكشة يعني في من وراها هدف أنه في هاي الكاتبة زائد أنه طبعا أكيد يجيب الكتب اللي الناس يعني بشكل عام غالبية بتحبها يعني في مجموعة تعنوين أنه خلص الناس دائما بتغطلبها وبتحبها يعني بتناسب كل الأزواق تقريبا فهي طبعا متوفرة زائد بالإضافة أنه بحب دائما حط الكتب اللي ما أنا مشهورة واظهر أكتر بالمكتبة كنت تتقعي توصلي لهذا النجاح اللي هلأ أنت فيه بصراحة لا يعني مقارنة بالوقت يعني أنا السنة الأولى اللي قضيناها بالمكتبة كانت سنة فيني أولى عنا لسنة الانتشار كنا صح شوية عشوائيين بس انتشرنا بشكل الحمد لله يعني أنا راضي عنه تماما السنة كانت سنة التنظيم أكتر الاحترافية أكتر نصرنا مثلا نعمل تصميمات للكتب خاصة فينا يعني اهتمينا بالمظاهر أكتر بالمظهر أو خلينا نقول طريقة التسويق أكتر وهلأ بالسنة الثالثة يعني إن شاء الله بس يعني يعني أكيد فيه فيه أمور تنظيمية أكتر يعني أنا الحقيقة بشوف أنه مع كتير أنه أنه يكون طلب عن طريق الرسائل لازم يكون فيه موقع فكمان فيه خطة يعني عطري إن شاء الله أنه النظم موقع بصير الطلب أسهل لك كتير ناس الآن فيه ناس قراحة دائما بتحكي معي بتقول لي أنه أنا بحب أطلب من عندك لأنه أنا بحب أحكي معك يعني مو أنه معي أنا شخصي بس بتحب تحكي مع روح يعني تحس أنه أسألك وكذا مو أنه تك 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 طبعا فيه ناس بتحب هذا شيء وأنا من الناس اللي بفضل أنه تك تك توصل للطلب بس فيه ناس كمان من بتحب يكون فيه روح بالموضوع أكتر فكتير من اللي بحب أنا هذا الشيء بحب أنه أنا بحكي مع مثلا حتى في كتير يعني مثلا أنا أشخاص بعرف زوق صد بعرف مثلا هن زبائن دائمين صد بعرف زوق بالقراءة فأحيانا بيقولوني يعني هذا الكتاب بدي أخذ بأنه لا ما تأخذ بصراحة يعني ما تأخذي أنت بزي مثلا لا ما ما مثل ما أنت بديك ففي ناس بتحب هذا الجانب ما بالمراحض يحقق الموقع فكل مطلوب حتى بالنهاية يعني أنتوا فيكن تعملوا الموقع وتعملوا فيه قسم للمراسل مباشرة حتى أنه يرسلو الأشخاص يعني بس مثلا في أشخاص مثلا بيجي على بالة تطلب كتاب معروف وهن بيعرفوه ولكن حابين يهديو لشخص معين فهيك يعني ما في داعي أساسا يعني لا 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 جواب ضغري مباشرة أطلب الكتاب ولا بزعجك ولا طبعا هذا الشيء يعني المفروض يعني عمل من البداية بس شوية نحنا كنا يعني كانت مثل ما حكيت سنة أخذت وقت للانتشار وأنه يكون في اسم للمكتبة والسنة كانت تنظيمية أكتر خمس شغلات تنصحيهم لأي شخص لأي إنسان لأي شاب أو لأي صبية حابة أو حابب يفتحوا مشروع جديد إن كان أونلاين ولا إن كان يعني بمحل أو بمكان ما شو هنن أهم خمس نصائح بتحبي تنصحيهم أنا ما يكون كتير متردد خلص جتني الفكرة بسأل طبعا وبحضر بس بس خلص يعني يعطي الموضوع أكبر من حجمه خلص ببلش منسأل ومو مبلش لازم يكون في حد عم بيساعده يعني شخص بصراحة لحاله يفكر يعمل أي شي يعني إيد وحده ما بتسفق لازم يكون في شخص قريب منك هو بصراحة الموضوع حسب المشروع يعني كمان بيرجع بس إنه ما يكون كتير متردد هاي أهم نقطة ويسأل عن التفاصيل يعني أنا حكيت قصتي والحمد للعالمين إنه الله وفقنا بيصير يعني لجوانب ما منعرفها بس مو دائما يعني الإنفعال طبعا صح أنه أنا روح للبدياء بإنفعالية بسأل وخلص بتوكل على الله بعمل الشي ما بتردد كتير يعني لازم أسأل شوف بكل الأماكن جيب المنتج بأقل تكلفة ممكنة وبأكثر جودة ممكنة ممكن في نصيحة يمكن كمان للناس اللي بدأت تتعامل يعني شغل لازم كون لتعامل ولازم يكونوا طبيعيين ولازم يكونوا يعني ودودين مع الناس يعني الناس بتحب الكلمة الحلوة بتحب الطريقة الحلوة فلازم ضروري يكون في يعني اسلوب الشخص بفرق يعني ما يكون فيه جفاء ما يكون فيه مجيب آلي عبير الدعليون لازم يكون فيه نوعا ما يعني روح بالموضوع يعني أنت بتتخيلي أنه الودية والحيوية والإيجابية هن هن أسرار تعامل مع راما ونجاح مكتبة ناي ربما بحس أنه فيه هذا الشيء الحمد لله بحس أنه يعني فيه هذا الطابع يعني بميز المكتبة أنه الناس أكثر يعني من أنه تأخذ من هكي موقع جاهز أو شيء ما بعرف يمكن أنا لأنه بلجت بإسمي يعني أنا بلجت المكتبة بإسمي طرحت بإسمي يعني يعني أنا حكيت مثلا عن فيسبوك وحسابي شخصي فانتشر هذا الشيء وممكن لما الناس لما تعرف شخص بعينه يمكن متوسق أكتر بغض النظر مثلا أنا لأنطلقت مشروع ولكن ما بعرف هو ولمين فشوي الناس يعني بتكون متخوفة أكتر طراحة ما كتير بعرف يعني إذا فعلا هذا هو السبب الحقيقي بس أنه هي تجربتي بتخيل بتخيل أنا كمان أنه يعني بالنهاية يعني اللي أنتي ببنتيها على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هي اللي مثلا 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 أنت عم تقول تتفضلي أنه هن هدون الأشخاص حابين يشتروا من راما حابين يشتروا من مكتبة تناي لأنه في إنسانة وراها المكتبة هي اللي عم تبيع ومتبيع بحب مع متبيع لأنه بدي تخلص العالم اليوروها تبعاتها يعني يعني كتير العالم بيقولوني أنه أنا ما أحس أنه مشروع التجاري يعني ما حس أنه عن جد رفئتنا عبتأمن لكده وبينس صراحة يعني عندي جانب أنه أنا ما كتير بركز على الموضوع يعني طبعا أكيد بدي أشتغل بمادية وربح ولكن أنا ما كتير بركز يعني مثلا في ناس بتقلي أنه أنا معلش أدفع شهر الجاي ممكن مثلا إذا أخذوا مجموعة كبيرة ممكن أن أقصد هاته الشي كله متاح عندي يعني لأنه دائما بحط حالي مكان أنا بدي أقرأ ومسلا ماني هلا كتير حاب حتى في عندي أشخاص يعني صرت بصق فيهم تماما بيقولولي مثلا لما بنسك بجديد بيقول طيب أنه راما عمنا نشتري كل المكتبة ما بنقدر بقلهم بصريحة العبان عن جد اختار البيت كون إياه وإنت ما بدكن أدفعو لأنه أنا بحس أن هؤل الناس رغبتهم بالكتاب كتير 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 قوية بعرف أنه هدفهم بدهم يقرؤوا حاول ساعد بقدر الامكان طبعا أكيد قدر الامكان ما بقدر شيء فقط بس قدر الامكان بحاول من نواحي مادية أن متعاولة بيقولوا إذا خلية خربت وانا كتير أريد هذا النمط وخلقته فأنا دائما أحس حالي عندما يطلب حالي أحس حالي مكانه وأنه لم يكن مكتب لأنه لم يكن مكتب وأنه أشتري كتاب فدائما أحس حالي مكانه رائع رائع أنا أتخيل أنه كل شخص يسمع الحلقة وهو زبون عندك أو هو حابب يشتري كتاب أو يمكن أنه شكرا بس الفكرة أنه أنا دائما شو ما قالوا لي شكوى فورا بقلب حالي مكانه أنا لو يصنني كتاب مكتير نسخة حلوان رح أدا أنا من النوع الناس اللي بحب يكون الكتاب شكل حلو وأنا بتخيل أنه هذا أكبر تسر عندك أو هذا أكتر شي ممكن أنت توصل للناس أنه إذا أنت شخص حابب تعمل شي وحابب تكبر وحابب تعمل مشروع ناجح لازم تحط حالك دائما مكان المستهلك والزبون صحيح فإن شاء الله يعني ما في يعني هلأ هي القصص بتكيصير كثير نوادر القصص السلبية واحد بالمئة اثنين بالمئة بس طالبا الكل راضي الحمد لله راما كيف توصفي حالك بخمس صفات ممكن أول صفة بتخطر على بالي أني مغامرة بحب غامر بالأشياء المجهولة كمان عاطفية أكتر يعني جزء العاطفي أكتر عندي من العقلاني غالبا بقدر أمتص المشاكل يعني إذا في مشكلة معينة بحاول قدر الإمكان أمتص معك يعني 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 بعرف أضبط غضوي فهي الشغلة يمكن كمان فقدتني بالمكتب عندما أنا بقدر أتصرف يعني ما أصهر غضب إيسا كان مددايئة ما بعرف عنيدة ببعض الأحيان كمان بس العنات بشوفه كمان صفة حلوة يعني ما بشوفه دائما شيء سلبي صاروا أربع صفات الخمسة ما بعرف سامحني فيها ممكن أتركها للناس اللي بيعرفوني ممكن تتركيلي الصفة الخامسة إلي ممكن والله متابرة متابرة بشكل مطبيعي شكرا كتير طيب نجي للسؤال الثاني راما شو بتحبي تقولي لراما قبل العشرين سنة راما اللي عمرها عشر سنين بتخيالي تخيالي هلأ هي قاعدة قدامك وأنتي حابة تقليلي لشي بتحبي تنصحي نصيحة بتحبي تنضحيها بتحبي تقليلها أي شي أسئلة وجدانية حلوة ممكن إلا إنه يمكن كل شي فكرت فيه وحلمت فيه ما ظهر يعني راما اللي بعشر سنين كانت أفكاره وأحلامه ما تحققت بس أكيد صار يعني وصار سيناريو ثاني بس أنا متأكدة أنه هو أفضل يعني سيناريو كان وممكن يكون يعني أفضل من اللي تخيلته والحمد لله يعني بإلا أنه أنت بمكان مرضي يعني على الأقل شخصيا أنا على الصعيد نفسي راضي الحمد لله سؤال الثالث راما شو هو أحلى أحلى مقولة أحلى جملة نفسك ألفتها أحب الآية بصورة النجم اللي بتقول وإنه ليس للإنسان إلا ما سعى وإنه سعيه هو فيورى مهما سعيت يعني خلص أنت سعيت أكيد رح تلاقي هذا الشي ممكن ما تلاقيه بشكل واضح وعلى الصورة اللي أنت بدك إياها بس أكيد رح يورى يعني رح تشوفه بمكان تاني بشكل تاني بس ما في حدا بيسعى هيك بالمجان يعني سعيك رح تلاقي له نتيجة هاي جملة يعني الآية الكريمة كتير بتلهمني ودائما كل ما أتعبت وهيك بقول أنه رح تلاقي يعني ما في شي هيك بيروح على الفاضي يعني حتى لو تجربة فاشلة حتى لو سعي فاشل أنت رح تلاقي منه شيء معين بحب هاي جملة كتير ما فيني إليك إلا أشعر بدني شكرا 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 أنه تحتلي فرصة لحتى أحكي أكتر ووصل للناس يمكن أنه في ناس كتير بتعرفني بس ما بتعرف هاي التفاصيل فشكرا أنه أعطيتني الفرصة أحكيها شكرا لألك أنه أنت أعطيتني الفرصة أنه أنا أنت أنت تطلعي معي شكرا كمان بس خافة تكون أنه أنا أعطيت تفاصيل سلبية أنا يعني لا بحب دائما أكون يعني أحكي بالجانب التفاؤلي بس أنه يعني في حقيقة لازم يعني لمكتبة ناي بيعرفوا أنه بيعرفوا أنه كل كتاب عم ينبعت عم ينبعت مع حب وتعب وكل وكل الأمل أنه الناس تكون مبسوطة بالنهاية بالكتب اللي عم تشتريها أكيد طيب راما تخيلي معي أنا لح أعطيكي هلأ موبايل وقالك أنه أنت عن طريق هذا الموبايل فيكي تكتفي رسالة بجملة واحدة وهي الرسالة وتكبسي على إرسال اللي حتنبعت لكل البشرية شو بتحبي تكتبي فيها لهذه الرسالة لو عندك طرق عديدة محتار بأي طريق تروح فيها ببساطة تجربها كلها ورح تلاقي حالك بواحد مني يا سلام شكرا كتير لألك راما أنا تشرفت كتير 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 بوجودك معي بالقناة وبتمنى أنا كمان أنه رسالتك اللي هلا أنت حابت وصليها تكون وصلت للناس كلها وبتمنى أنا أنه كمان كل بنت كل صبية كل أم كل أمرأة حابة تفتح مشروع وعم تقول لحالة أنه ممكن هذا المشروع ما يزبط ففيني أقول شوفوا راما ممكن فيه أشخاص كتير ممكن تقول أنت أنت ما عم تصطف ما عم تصطضيف إلا نساء يعني أنا بفتخر بالنهاية يعني أنه في عنا هالكمل الكبير من النساء لأنه هون الألمان والأشانب بيقولوا أنه النساء العربيات دائما النساء قاعدين بالبيوت بس بيطبخوا بيعملوا البيوت وهاي الشغلات وما بيعملوا أي شيء تاني أنا يعني أنا كلي الفخر كلي الفخر بصراحة أنه أقدر أعمل معكم هالمقابلات هاي وقدر أرجي الناس أنه هذا الكلام مصح والمرأة العربية تقدر تعمل بالضبط وحتى يمكن أحيانا أكتر من الرجل العربي صحيح بتشكرك كتير من قلبي وبتمنى لك كل النجاح بتمنى لك النجاح بطريقك بالهندسة المدنية بتمنى لك النجاح لمكتبة ناي كمان وإن شاء الله هيك بتظلكن دائما بخير أنتي ومحمود ناي العفو الله يخليك يا رب شكرا كتير إليك عمار وفرصة سعيدة أنه تعرفت عليك وتعرفت على البودكاست اللي عبت عمله والفكرة كتير 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 حلوة ومميزة بتحب توجهي أي شيء لجمهورك لجمهور مكتبة ناي قبل ما نخلص الحلقة بحب شكرهم فعلا بحب شكرهم واحد واحد كل شخص تتعامل معي بحب شكرهم لأنه لو ما تعامل معي بصورة جيدة كنت أنا أكيد ما أكملت أنا لو أي حدا أسألي بإساءة واضحة كنت أكيد رح أفشل والله رح أكمل فشكرا واحد واحد عجبتك الحلقة وانت حاب تدعم القناة إذا أنت بتسمع القناة على أبل بودكاست أو آيتونز فيك تتركنا تعليق وتعمل تقييم كمال للقناة وهذا شيء بساعدنا كتير كلمال إنه دائما يكون هاي القناة ظاهرة لكل الناس وتنسمع من كتير عنها أنا لحكون شاكر لألها طول العمر إذا بتاخد ديئة من وقتك وبتعطينا تقييم للحلقة بتشكرك كتير من قلبي دس فاز شون فيدا من الدويتش أغابش بس بلد كان معكونا عامر في عربي ألماني استنونا بالحلقات الجاية